طيب مساكم يا أهل الكويت الطيبين طيب الله مساكم بالعود والبخور والمسج والعنبر وبكل الرياحين من أول حلقة بديتها معاكم وأنا كل يوم أمس عليكم بالعود والبخور والطيب والعنبر يا سبحان الله يتب وقتها حدش اليوم حدشي وايد قوي في كلمات ما أحب أقولها بس مجبرة راح أقولها فكرت إني أقولها ولا ما أقولها مبلا اكتشفت اليوم أشياء وايد الضيج الخلق وخوفتني وخرعتني ودخلت فيني الوسواس وأنا حلقة اليوم هي راح تكون توضيحية تنويرية تحذيرية قولوا عليها المسمى يا هل الكويت اللي تابونه ما أدري بس يعني قلت هذا الشي لازم ينقلم لكن مو الحين خلوني أتكلم معاكم شوي وبوريكم مشقلات أول شي هذا هذا تعرفوني شنو هذا شنو يديد هذا الله يسلمكم مكفول بمشكور مخرجة هذا 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 ددرون حق شنو حق الباط حق الفرازات العرق ويطلع ريحة حلوة يعني زين احنا نغطيهم حتى لا نسوي لهم دعايات هذا شنو هذا الله يسلمكم شامبو مال جسم يعني عندما تدخلت الحمام في الجمعيات الأشكال وأنواع وماركات وهذا شامبو الجسم تنحط في الليفة وتعطي رغوة وتعطي ريحة الجسم ستطلع حلوة زين احنا هذا ددرون وهذا شامبو مال جسم وهذا اللي جدامكم هذي صابونة صابونة يقسلون فيها جسمهم اللي ما يحب يستخدم الشامبو وطبعا أكو أشكال وألوان وماركات وتفننون وموجودين ها ها الواحد اللي ما يحب هذولا كله أكو صابون قبل أمهاتنا ويداتنا هذي صابونة يسمون احنا نسميها صابونة الرقي وأخواننا الوافدين يسمونها صابونة الغار أزين هذي هذي شن هي هذي ليفة بس أكو ليف يعني تابتيبها من بلاد الشام ولا مصر الليفة صر على هالطول بس هذي شوي مؤدبة مقصرين ها ليفة هذي اسمها ليفة ها وهذي اللي يسلمكم هم ليفة نوع ثاني طبعا الحمام اللي بنسوي دعايات بس بقول لكم والليفة الثانية اللي فيها تشدي تفرق فيها عرفتها اللي فيها يدتين وانت في الحمامة غني ازين وحمام قبل زهرت قاعد يقولولي ايش موضوع اليوم واش قصة اليوم واش السالفة ايش ذنب اللي يدخل الأسنصير يا أخوي ويا أختي وريحتك خايسة أثنة نتنة مقززة مزعجة ايش ذنب المصلين تدخل المسيد واللي يمك يصلون مساكين ويسيدون وانت تعتر اسم اللي عليك ايش الذنب اللي يدخل الصبح رايح مكتب والريحة اللهم صلي على النبي الددرون بوجود وارخيص ماتا بددرون اكو شامبو الصابونة ارخيصة سدد المسام الغدد العرقية في صابونة الرقي هذي ترى يمدحوا فيها الليفة بمية وخمسين ايش ذنب على فكرة انا الحين حتشيي مو حق الرياييل لا والله حق الرياييل وحق الحريم ياكلون بصل وياكلون ثوم وحلبة وبقل ورويد كل البق الأبخرة هو اللي معاك ايش ذنبه شمسوه بدنيتت عاقبه عقاب دنيه شي يعني الواحد يستحي البعض شي يسوي يروح يتسبح وطالع الصبح ولابس هدومه وعرقان فيه ان كان تيشيفت وان كان قميص وان كان دجداشه ويرد يلبسها وان كان نفنوف وما لابزة خلية بعترا ويرد يلبسها مرة ثانية ها وعرق عليها مرة ثانية وهو سابح وتخيل عادة بيكم التخيلون يا أخواني ويا أخواتي المشاهدين والمشاهدات ريحة الارطوبة وهو عرقان وسابح ولابس الهدوم مرة ثانية بلا عليكم هل روايح هل تطلع المقززة ماي بلاش صابونة موجودة معطرات رخيصة موجودة كلها يبيلك بخة بخلك بختين وفيها الأطور هذة اللي رخيصة الزينة اترش على فنيلتك اترش على ملابسك الداخلية ولا ترشين على ملابسك الداخلية ها بلاش تزعاج الناس الآخرين بهال الروايح النتينة ويعني الواحد أقول لكم على شقله والله حتنقلم مأيانة ونقول لهم شو مو نفسكم شو مهدومكم لأن الواحد يا أخواني ويا أخواتي المشاهدين ترى مايش مروحة مايش من نفسة وهو بعد موت شذي يمكن يعاند يقول لك أنا ما فيني ريحة بعد الثاني شو يسون كفخونة لكن هو الجسم من الله اللي ياكل توابل اللي ياكل بصل اللي ياكل ثوم اللي ياكل بعض الأشياء اللي ترى البصل والثوم الجسم ينز يطلع منه ثلاث لأربع تيام هذه دراسات سووها على فكرة يعني الإنسان من يستخدم هالعوائل فيه طبعا خلقا من لكم فيه أطور صير أطور خفيفة ترش على الجسم كان تشوفونه بس ما عشاص لا تد أنا تعمتي ما بيين اسمها يعني أطور خفيفة نزيل وفيه طبعا عندكم العطور الشرقية الطيب الشرقي وفيه عندكم طبعا هم أيضا طيب بس نوع ثاني مثلا تكون معا طيب غربي يعني هو طيب شرقي وطيب غربي ينحط ألف على الهدوم الداخلية شوية على الجسم شوية وأكو بعد أشكال والواضح حين أطلعوا لك العطر مع اللوشن مع الشي اسمه الدرون كلها كامل مكمل يعني يعني ساعات الزوجة رأي لها طالعة من دجداش تريحة في بعضهم الحريم عندهم اليراعة تقول له تقول له الله يهداك يعني غير صايرة من دجداش تكريحة ولا جسم كريحة ولا شي في بعضهم وعلي يا مد الزوجات تخمر بس هذا ينفر الزوجة من الزوج والأكس بقت ترى نفس الشي يعني وحدة داخل المطبخ تحب الطباخ ومقصصة البصل ولهمت لها بصلة شوية و الريحة هذا ما دخلت خذت لها شوار وقامت المرأة تعطر على رأي لها شيمين وشمال بهالريحة البصل ولا ريحة المطبخ ترى كلها شوية بدقيقتين شوار مع هالصابونة ولا شامبو الجسم والريحة وهالعطورات الخفيفة بقول لكم على موقف صار معاي أنا كنت ماخذة إجازة برمضان وسحبتها على العيد وسافرت ما رح أقول لكم الدير اللي سافرت فيها ولا أقول لكم الطيران اللي ركبت معها لكن الموقف كنت مسافرة مع أخوي و لحسن حظي أنا وايد محظوظة ما شاء الله قعدت يمي واحدة عندها ياهل والثانية عندها ياهل لكن يا سبحان الله يا سبحان الله حطوا السرير حق الياهل جدام عشان ولدها من ينام الياهل ينام على السرير قعدت أول ما قعدت يعني كان أخوي قاعد بالنص بس يوميا وهما قعدوا فأنا ما صر قلت يعني رجل يم ممرأة فقعدت أخوي بالطرف وصرتانا بالنص وهي قعدت يمي واللي تعرف قعدت يمي أنا جدنبي ذاك اليوم أكثر من ساعتين حساسية بالخشم أم عاطس 24 ساعة أعطر بهالكلينيكس وما لحق أرشرش بهالريحة وشيم وما لحق يا أخت الفاضلة يوم صعدتي أهدوم وشنتي يعني علق الواحد راكب يمكن الطيارة تطيح فيه يموت علقاء القابل ويهب ويكريم تسبح ومعطر زين يعني أنا طول هالفترة هذي متنقمت وقلكم على شق لبعد الياهل نام وحطه في السرير وآهي يوم يقعد الياهل تبطبطب عليه تمد يدها شذي أهي مد يدها شذي وعينك ما تشوف اللي النور يعني موقف عمري ما رح انساه وهذا الكلام أقوله ليه أخواني الوافدين وأيضا الخليجيين والكويتيات أي تلبسلك الشيلة تلبسلك العباية ما تشم شيلتها وعبايتها فيها حزورة ليش تعطرها 24 ساعة والطيب أكو أنواع من الطيب ردي تتم الحزورة مسيتشين ما هي شامة نفسها وتروح زوارات ولا تروح استقبالات ولا شي والريحة تبين شم شيلتك شم أباتك ترى أصعب شيء الروايح يا جماعة هذه وايد القضية حساسة وايد القضية مهمة علشان شدي فيه اليوم واحد ضيف أزيز كريم راح نقابله يصنع أطور يسوي طيب وهذا الضيف اليوم أنا معاه راح نتكلم بأشياء وايدة وقلكم الأشياء اللي أنا سمعتها وخوفتني اليوم بس مو الحين بعد الفاصل في عندي مشاركات لكم اللي بيشارك زين والوطنية بس طول شوية نواف خلي شوفونها الله يرضى عليك أنا ما راح أقولها بس طول أكيد شوفون الأرقام عندكم زين الوطنية اللي بيشارك اللي بيسأل الضيف حياها الله نطلع فاصل وارد لكم مرة ثانية شريحة هذه يا سالم رجعنا لكم أخواني أخواتي المشاهدين والمشاهدات حين شنوية طايرة ها حاسة من ريحت هالبخور الطيب ما شاء الله العجيب اللي يطبخ طباخ وكل أي طباخ يطبخ لا ما شاء الله فعلا بخورة تهبل بعد ذلك لكم شوي أخواني كنتم الشوقين تبخورون ضيفنا اليوم العزيز الكريم اللي ما شاء الله نشيط دائما تشوفونا في المعارض أكيد تعرفون إذا شفتوه مشاركات له كثيرة له دورات عديدة حاب هالشغلة هذي حاب هالمهنة هذي كويتي أتيج نقول نحن الكوتيين رحبوا معاي بالضيف سالم سالم عودة حاتم سلطان أهلا وسهلا فيك سالم رحب فيك الله يسلم طبعا عندنا تقرير بس لكن قبل بس أعطيك منبدأ عشان ندخل على الأسئلة وعلى الحوار اللي يكون بينه وبينه سالم عنده شهادة جامعية تسويق من جامعة الكويت الخبرة ما شاء الله كذا شغلة ولكن حلقتنا اليوم مزاول نشاط العطور والبخور من عشرين سنة إذا مؤكثر ما شاء الله المعارض في قطر البحرين أعمان 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 السعودية أثيوبية دورات قدم دوراته وبعد في صناعة العطور والطيب في بيت لوذان جمعية المعلمة الكويتية وزاة الشون مكتب الشهيد مركز أنام الكويتية جامعة الكويت مركز خدمة المجتمع الهيئة العام